بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا شباب اول اعدادي يارب تكونوا بخير وفي احسن حال يا شباب لازم تعرفوا لكل مجتهد نصيب ان شاء الله هنحل تمرين واحد اربعة بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وياريت تكتبوا تعليجاتكم وتأكدوا من خلال تعليجاتكم وراءكم انا هجدم الافضل يلا نبدأ الدرس رقم واحد اكتب خاصية جمع الاعداد النسبية المستخدمة في كل المما يأتي طبعا يا شباب هنكتب كل خاصية لكل واحدة من الاربعة دي ابدال دي خاصية المعكوس الجمع دي خاصية الدمجة والتجميع دي خاصية المحايد الجمع على طول خبط الازج تيك 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 بس انا عايز اعرف باستخدام الالي الحزب انا لازم اعلمكم ازاي تستخدموا الالي الحزب وازاي تعملوا يدويا دولة هعلمكم بيهم استخدام الالي الحزب رقم قلب سبعة الاتنين موجب تسعة الى ستاشر بتسعو تسعة الى ستاشر موجب سبعة الى اثنين بينهم موجب هنا بدنا سبعة الى اثنين مكان تسعة الى ستاشر يبقى دي خاصية الابداء نكتب هنا خاصية الابداء اس trustingю اضغط بسامة الى يمين طلحت برا الكاسر ثم موجب الباسات تسعة امزل تحت اكتب المقام بسرتشر اتلع نحي الى يمين لako اتلع برا الكاسر بتساوي 55 على 48 يبقى دا الترف الى ال ông نتأكد نشوف الطرف الايسر هدينا نفس الناتج ولا لا. الكسر. البسط تسعة. انزل تحت اكتب المقام سبتاشر. اضغط ساحب ناحية اليمين اطلع برا الكسر. بعدها موجب. الكسر. البسط سبعة. انزل تحت المقام اتناشر. اضغط بتساحب ناحية اليمين. تساوي. يا لهوي. ده طلعت ايهي. خمسة وخمسين على تمانية واربعين. يبقى في الجمع نفس الناتج لو بدلنا الاول مكان الثاني والتاني مكان الاول. رقم به. الكوس جوا اتنين على ثلاثة موجب فيه سالب واحد على ثلاثة. برا الكوس موجب واحد على ست. بتساوي اتنين على ثلاثة موجب قوس جوا القوس واحد على ثلاثة موجب في سالب واحد على ست. دي خاصية ايه? الدمجة او التجميع. يعني الدمجة او التجميع. اذا لقيت ثلاثة عدد. بينهم موجب. ممكن تجمع اول عددين بعد كده تجمع مع التالب. او ممكن تجمع اخر عددين بعد كده تجمع مع الاول. يبقى دي خاصية دمجة او التجميع. عايزين نعرف بالالة الحزم. تعالوا كنا انا اعرف ازيين? دي خاصية هي يا شباب. خاصية الدمجة. ممكن نقول عليها التجميع. عايز اجمع الطرف العين. اول حاجة اجمع لجوه الكوس بعد كده اعمل تساوي اجمع لبرا الكوس. بعد حاجة اجمع لكم من الترتيب. هجمع اثنين على الثلاثة عموجة بسالب واحد على الثلاثة. الكس. البسط اثنين انزل تحت المقام الثلاثة. اضغط بسالب نحط اليمين بعدها موجة. افتح قوس. سالب. الكس. واحد على الثلاثة. واحد البسط. انزل تحت المقام الثلاثة. اضغط بسالب نحط اليمين. اكفل الكوس. تساوي. كده اجبت اللي جوه الكوس بس. بعد كده اجمع لبرا الكوس. بعدها موجة. افتح قوس. جوه الكوس سالب. الكس. البسط واحد. انزل تحت. المقام ست. اضغط بسالب نحط اليمين. اطلع برا الكس. اكفل الكوس. تساوي. طلعت واحد على ستة. يبقى دي واحد على ستة. تعال نشوف الطرف الايسر هيطلع واحد على ستة ولا لا. هجمع اللي جوه الكوس الاول. سالب. الكس. واحد البسط. انزل تحت المقام الثلاثة. اضغط يمين. اطلع برا الكسطر. بعدها موجة. افتح قوس. بعدها سالب. الكس. واحد البسط. انزل تحت المقام ستة. اضغط يمين. اطلع برا الكسطر في الكوس. تساوي. طلعت سالب نصف. يبقى جيبت اللي جوه الكوس تساوي بنصف. اللي بعدها ايه برا الكوس زاد اثنين على تلات. يبقى زاد. الكسطر. اثنين. بس. انزل تحت المقام الثلاثة. اضغط يمين. تساوي. طلعت واحد على ست. الطرف الايمن زي الطرف الايصر بالزبط. دي اسمها خاصية الدمجة والتجميل. يعني لو فيه تلات عداء. لو جمحت اول اتنين الاول بعد كده جمحت مع التالت. هي نفسها لو جمحت اخر اتنين الاول بعد كده جمحت مع الاول. ركم جيم. تلات على اربعة موجة بسالب تلات على اربعة بتسوي صف. دي اسمها خاصية المقوس الجمع. يعني ايه خاصية المقوس الجمعي. يعني لو جمحت اعداد مع معقوس الجمع على طول الناتج بصف. تلات على اربعة مقوس الجمع سالب تلات على اربعة وبين اموج. يبقى جمحت اعداد مع معقوس الجمع وانت مغامل تكتب صف. عايزين نتأكد بالله الحزب. بس دي اسمها خاصية لها خاصية المقوس الجمع. تعالوا كده انا دي خاصية المعكوس الجمع. عايزة تأكد بالآلة الحزبة. معاك الآلة الحزبة. اول حاجة الكسر الثلاثة على الاربعة البص الثلاثة تأكد بالمقام أربعة. اضغط ساعة من حد المنى وطلع بر الكسر. بعدها موجه. افتح كوس. جواهي سيدي. الكسر الثلاثة على الاربعة. كاسر بص الثلاثة انزل تاعة تأكد بالمقام أربعة. اضغط ساعة من حد المنى عشان اطلع بر الكسر. اكفل كوس. اكفل كوس يعني اضغط يمينا. افتح كوس يعني اضغط يمينا. تسيغ. طلعت سفري. يعني ما اخترحتش حاجة فعلا طلع الناتج بصف. رقم ده. صفر زائد سالب ثلاثة على الاربعة بتساوي سالب ثلاثة على الاربعة. دي اي شباب دي خاصية المحايد الجمع. ايه يا المحايد الجمع؟ المحايد الجمع صفر يعني ما بيقصرش بالجمع. عمكة صفر زائد اي عادة هو نفسه العدد. بس لو العدد سالب اكتبه سالب. لو العدد موجة بكتب موجة. تعالوا كده نعرف كده. جمعت صفر مع عدد. ادنا نفس العدد. دي اسمها خاصية الي ايه خاصية. المحايد الجمع. المحايد الجمع يعني يعني واقف محايد. ما بيقصرش. صفر موجة بسالب ثلاثة على الاربعة الصفر بتشال على طوب. والموجة طبعا في الاول ما بتكتبش. يبقى طلعة تسالب ثلاثة على الاربعة. رقم اتنين. احسب كل الممات. دولار بقى هنستخدم يدويا مش هستخدم الآل الحزب. لازم يا شباب تتعلموا يدويا. بعد كده تتعلموا بالآل الحزب. انا بقولك كانك راجل متفوق. المتفوق لازم يعرفي ادويا. بعد كده يعرف بالآل الحزب. ما يمشيش بالعكس. اربعة على سبعة موجة بسفر. طبعا نحن عارفين. السفر محايد الجمع ما بيقصرش في الجامعة يبقى على طول النتج كام. اربعة على سبعة. تعالوا كده نعرف كده. السفر ما بيقصرش اشيل. البقى كام. اربعة سبعة على سبعة. طبعا ما تكتبش موجة بعدها لانه فيش حاجة بعدها. رقم بسفر موجة في سالب سبعة العشرة ليست حلين واحدة زيه. السفر اللي هو المحايد الجمع ما بيقصرش اشيله. في موجة بعدها الموجة ما بيقصرش. السالب سبعة على عشرة. اكتبه زي ما هو. تعالوا كده انا اعرف كده. السفر ما بيقصرش في الجامعة. اشيل الصفر. اللي بعدها موجة في سالب سبعة على عشرة. طبعا الموجة ما بيقصرش. يبقى على طول هدسه سالب سبعة على عشرة. السالب يتكتب زي ما هو. خدوا بالكم الخطوات. لازم تتعلم رياضة صح. رقم جين. واحد على اربعة موجة في سالب واحد على اربعة بر الكوس موجة بثلاثة على اربعة. انا قلت لكم المفروض اجيب اللي جوه القوس الاول. هلاحظ حاجة مهمة. اللي جوه القوس عدد زايد مع كوس الجامع. وانا قلت لكم مجموع عدد مع كوس الجامع على طول بصفر. يعني جوه القوس يطير. يدبقى اللي بره الكوس بس كام تلاثة على اربعة. شايفين سهلة ازاي؟ تعالوا كده نعرف ازاي. انا عايزة ماشي بالخطوات. اجيب اللي جوه القوس بس. اللي جوه القوس. واحد على اربعة موجة بسالب واحد على اربعة. هلاغا واحد على اربعة مع كوس الجامعي سالب واحد على اربعة وبينهم موجة بيقع لطول نتج بصفر. بره الكوس موجة بثلاثة على اربعة. والصفر ما بصرش في الجامع شير. يدبقى كام موجة بثلاثة على اربعة محدش يكتب موجة. يكتب على طول ثلاثة على اربعة لان الموجة في الاول ما يكتبش. رقم ده خمس على ستة موجة بكوس سالب ثلاثة على ستة موجة بثلاثة على ستة. طبعا قلت لكم الاول حاجة يجيب اللي جوه القوس برضو هلاقي اللي جوه القوس عدد مع ما كوس يجمعوا بينهم موجة على طول بصفر. الصفر بتشاهل اكتب بس خمس على ستة. تعالوا كده انا اشاطر وعايز اماشي بالترتيب يبقى بتساوي. خمس على ستة زي ما هي. موجة اجيب لجوه القوس الاقي عدد ومعكوس الجامع ما بينه موجة. ثلاثة على ستة معكوس الجامع سالب ثلاثة على ستة وبينه موجة. يبقى لجوه القوس كله بالصفر. والصفر ما بيقصرش في الجامع. يبقى لجوه القوس خمس على ستة. محدش يكتب موجة بعدها لانا فيش حاجة بعدها. رقم هي. كوس اثنين على تسعة موجة في سالب اربعة على تسعة. بره الكوس موجة في سالب ثلاثة على تسعة. يجب المثال الصعب. دي صعب شوية بس صوالة ما صعب. قلتلكوا قبل كده. اذا لديك كسرين بينهم موجة والمقام متواحد. اكتب المقام زي ما هو. هاتبسط الاول مع بسط التاني. بسط الاول هنا كام بثنين. بسط التاني هنا كام بثالب اربعة. ما حدش يقول لأربعة. ده الاشارة سالب. اثنين وسالب اربعة بثالب اثنين. يبقى اللي جوه القوس هي كام بثالب اثنين على تسعة. اجي بردو اللي بره الكوس. سالب ثلاثة على تسعة. الاجل المقام متواحد. بردو نفس الخطوات. تك 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 تك. اجيب الناتج. تعالوا كده انا اعرف ازين. دي والله ما صعب بردو. انا قلتلكم اجيب اللي جوه القوس الاول. الاجل جوه القوس كسرين وبينهم موجة بالمقام متواحد. اكتب المقام زي ما هو. اللي هو كام تسعة. اجيب ناتج بسط الاول مع بسط التاني. بسط الاول اثنين وبسط التاني سالب اربعة. اثنين وسالب اربعة في السالب اثنين. موجة. الكسر التاني سالب ثلاثة على تسعة ممكن تطلع السالب البسط يبقى سالب ثلاثة على تسعة. بتساوي. نفس الفكرة. كسرين وبينهم موجة. والمقام متواحد. اكتب المقام زي ما هو تسعة. اجيب ناتج البسط الاول مع بسط التاني. بسط الاول كان سالب اثنين وبسط سالب ثلاثة 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 بسالب خمسة. طلع الناتج سالب 5 على 9 ممكن تطلع السالب برا الكسر سالب 5 على 9 كده صح وكده صح لو عملت كده شكرا ولو عملت كده شكرا لان السالب برا الكسر ممكن تطلعه في البصل رقم 3 اكتب المعكوس الجامعي لكل من العداد النسبية الاتين الزون دي تافع خالص المعكوس الجامعي يعني عكس الإشارة لو موجب خلاه سالب ولو سالب خلاه موجب بس كلنا عارفين الموجب في الاول ما بيتكتبش يعني محدش يقول موجب 2 على 5 اكتب على طوله 2 على 5 بس فيه حاجة مهمة الصفر لو موجب ولو سالب يوجد المعكوس الجامع للصفر على طوله انت مغامض صفر تعالوا كده نعرف ازاي عملت لكم كل الحالات في ورق علشان مطلوبات هاكوس يكون ضرب العدد 3 على 7 لإشارة المفروض موجب اكسها تبجى سالب 3 على 7 المعكوس الجامع العدد 0 الصفر لو موجب ولا سالب يبقى معكوس الجامع للصفر هو الصفر تبقى خائب لو كتبت سالب 0 الموجب 0 لو موجب ولا سالب تمام معكوس الجامع العدد سالب 2 على 10 الاشارة سالب اكسها تبقى كام؟ يمكنك أن يقول موجة بـ 2.3 من 10 المعكوس الجامع للعدد سالب 4-9 هو الإشارة سالب اعكسها يقول موجة بـ 4-9 يا حبيبي الموجة لا تكتب في الأول المعكوس الجامع للعدد سالب 6 هو على طول يا شباب 6 تبقى خيب لو كتبت موجة بـ 6 الموجة لا تكتب في الأول المعكوس الجامع للعدد سالب 4-9 الإشارة موجة اعكسها تبقى سالب 4-9 شايفين خطوات على طول تك 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 الناتج على طول رقم 4 ألف 14.5 موجة بسالب 11.5 بتساوي نقاط موجة بكوس 11.5 موجة بسالب 11.5 خدوا بالكم دي علشان فيه طلاب كتير بيت لغبط حقاري 14.5 بعدها موجة في سالب 11.5 هنا نقاط موجة كوس 11.5 موجة في سالب 4 11.5 هللاقي هنا سالب 11.5 وهنا سالب 11.5 وهنا موجة وهنا موجة يبقى 14.5 تغيرت بغبط 11.5 عايزة شوف ايه اللي هنا اعمل ايه اطرح الناحية اللي ما فيهش النقاط نقص الناحية اللي فيه النقاط يعني اطرح 14.5 14.5 نقص 11.5 خدوا بالكم الخطوات 14.5 بس بغبط 11.5 ونقص الناحية يبقى عايزة تغيرت بغبط اطرح الحتة اللي ما فيهش النقاط نقص الحتة اللي فيه النقاط يعني ايه نقص ايه 14.5 ونقص 11.5 وقص بالناتج هنا تعاليكم ان اعرف ازيه بس خلوا بالكم بنفس الاشاراء هنا سالب 11.5 وهنا سالب 11.5 وجب لها موجة هنا وهنا одном. اتعدل البغدية. عايزه اكتب في النج غي اطرح يضع النجظ الذي لا يريب هناك النجج زيها للنجت. سوف اعطروا كام على طول 3 لان 3 و 14 و 14 اكتب في النقاط كام وانت مغمض تجم كاتب 3 شايفين سهلة زي اللي جاي زياء بس يفي خطوة زيادة رقم به 3 على 32 موجة في سالب 17 على 32 بتسوي كوس 3 على 32 موجة في سالب 3 على 32 موجة موجة في سالب 17 على 32 و هنا سالب 3 على 32 يبقى سالب 4 سالب 17 على 32 اتغيرت بها سالب 3 على 32 عملت اعمل ايه عشان اجيبلي في النقاط اطرح الناحية اللي مفهاش نقاط نقص الناحية اللي في النقاط يعني اكتب سالب 17 على 32 سالب اللي هو ده سالب 3 على 32 خلي بالكم هتلاقي سالب وراء سالب هنضربه يبقى هطرح ده ناجز ده ده زي ما هو ناجز ده زي ما هو ألاقي سالب وراء سالب هضربه دلوقت تعالوا كده نعرف ازاي دي فيها شبه كبير من اللي جاب له بس هنا في اشارات سالب هلاج دي زي ياهن دي بس اتغير الضغط دي والاشارات كلها موجة خلي بالكم بنفس الاشارة سالب 17 على 32 عايز اخليها سالب 3 على 32 معاي اعمل اطرح دي كلها بس بنفس الاشارة دي كلها اللي ايه سالب 17 على 32 سالب دي كلها اللي ايه اشارة سالب احطها جوا قوس 3 على 32 يبقى كتبت دي سالب كتبت دي بنفس الاشارة بتساوي اضرب الاشارة سالب في سالب بموجب يبقى سالب 17 على 32 موجب 3 على 32 سالب 17 على 32 موجب 3 على 32 بتساوي هلاج من مقام متوحد وبينه موجب اجيب بس الاول مع بس التاني بس الاول سالب 17 محدش يقول سالب 17 ده بس الاول اشارته سالب سالب 17 وبس التاني اربعة سالب 17 سالب 17 وثلاثة بسالب 14 على 32 زي ما ايه تاني المقام متوحد وبينه موجب اجيب بس الاول مع بس التاني بس الاول سالب 17 وبس التاني ثلاثة سالب 17 والثلاثة بسالب 14 يبقى كتب دي هن بس يريد حطه جوا قوس سالب 14 على 32 طلع السالب بره 14 على 32 شايفين سهل ازاي بس اطول من اللي جاب ليه رقم خمسة استخدم خواص جمع الاعداد النسبية في تسهيل اجراء العمليات الآتية في ابسط صورة يجب ان تستخدم خواص جمع الاعداد النسبية يعني لو عملت بالآلة الحزبة ستاخد غلط لازم تستخدم يدوين يبقى لازم يا شباب نعرفه يدويا او الاعداد الحزبة بعد ما تعملها يدويا استأكد باستخدام الاعداد الحزبة مش مشكلة سبعة وربع موجب سالب 11 وربع دي رقم آلف هجزة سبعة وربع لربع زائد سبعة وهجزة سالب 11 وربع لسالب ربع موجب سالب ربع وسالب 11 اوضعوا سالب ربع ووزع سالب ربع موجبس 11 بعد ذلك اعمل قسيم كسل الكسور وقسل الاعداد الصحيحة واجب النسبية تعاليكوون ان اعرف كيف لازم تستخدم يدويا سبعة وربع كرة في الربع موجب سبعة وربع وربع سبعة سلب 11 وربع سلب 11 ربع بس قبلها موجب سالب 11 ربع وقبلها موجب سلب 11 ربع عملت القوس الاول اعمل موجب اعمل القوس الثاني اخذ العدد الصحيح هنا كان 7 هنا كان موجب سلب 11 واحد يقول انت مكتبتش موجب ليه ما الموجب ما بتكذبش في العون ابدأ اختصر بتساوي ربع زائد سلب ربع احنا عارفين اي عدد زائد مع قوس الجمع بصفر يبقى القوس الاول بصفر موجب القوس الثاني هلاحظ موجب مضربه في سالب اضربها موجب في سالب بصفر سلب 11 بتساوي الصفر ولا ليه لازم بيتشاوي والموجب ما بتكذبش تبفوك الثاني 7 نقص 11 بكام 7 نقص 11 بقى سالب 4 خدوا بالكم الخطوات دي رقم به اثنين على ثلاثة موجب اربعة على خمسة موجب ثلاثة على اربعة خدوا بالكم دي سعبة شوية هامل توزيع هدمج اول اثنين واختصر بعد كده هجمجه مع التالي طب علشان الاثنين الاولانين على اجل المقامات مختلفة وبينهم وجب لازم واحد المقامات يبقى لما واحد المقام اذا ضربت المقام في عدد اضرب البسط في نفس العدد خدوا بالكم من دين تعالوا كده انا اعرف ازين هدمج اول اثنين بين كوكس مستخدم�� مثال مجموغ كثيرين لازم ستجد blir 5 بالبسط بتاعها في خمس. المقام هنا خمس. عايز اخلي خمسة عشر. اضرب هنا في ثلاثة. ما تنساش برضو تضرب البسط بتاعها في ثلاثة. يبقى العزل اللي بيضرب في البسط اضربه في المقام. بتشم. اختصر الاولانية اثنين في خمسة بعشر. عالي. تلاتة في خمسة في خمستاش. موج اختصر ثاني اربعة في ثلاثة بالتناشة. عالي. خمسة في ثلاثة بخمستاش. اقتصر الاولى الثلاثة زماية. مثل مثل ثلاثة على اربعة. هلاج المقامات متوحدة خلاص خليت المقام ما هو هتنتيج البسط. البسط هنا عشر. البسط هنا ا 12. يبقى اثنين performance على خمستاش. اثنين و عشرين على خمستاش. موجب ثلاثة على اربعة ما جنش ناحه الثلاثة اربعة. كده عايزيين واحد المقام اغ Brab15 ruh과관 688 kickLeap. خمسة عشر فاربعة بستين. ثلاثة في خمسة بخمسة واربعين. أعلى. أربعة خمسة عشر بستين. لقنا المقامة واحد. خلاص اكتب المقام زي ما هو ستين. هات بس الاول مع بس ستين لان بينهم موجة. تمانية وتمانين وخمسة واربعين. تمانية وخمسة تلاتاشة. ثلاثة ومعنا الواحد واحدة وتمانية تلاتاشة. يوجد نتشة يا شباب. مية تلاتة وتلاتين على ستين. ترجم السليب تلاتاشا وتومن والسابعة وتلاتة على الثمانة. خدوا بالكم. دي صعبة وطويل. هجازة برضو. سالب تلاتاشا وتومن. زي ما ننزل هذه. تبقى السالب تومن وسالب تلاتاشة. السالب هنا والسالب هنا. الجزء السبعة والثلاثة على الثمانية. تبقى الثلاثة على الثمانية والاشارة بينهم موجب زي ما هي. خدوا بالكم الخطار. بعد كده اعمل كسين كسل الكسر وكسل الصحيح واختصر. دي طويلة شوية بس والله ما سعب برد. تعالوا كده انا عرف الزنك. نظ Coke وتفتل جزء. نظار esc. تبقى الثمانية والثلاثة عالثمانية والثلاثة. تدر حولة عملت سالب ثمانية والثلاثة عالثمانية والثلاثة. اعمل كثير للكثور و كثير لصحيح الكسر هنا كام سالب 1 على 8 الكسر هنا كام محدش يكتب 3 على 8 يعني كتب الموجب قبله الموجب يكتب لو جاب ليه حاجة موجب القش الثاني للصحيح الصحيح هنا كام سالب 13 الصحيح هنا كام محدش يكتب 7 لا موجب 7 قاردة اختصر سالب 8 موجة ب 3 على 8 ألاكي كاسرين موجة بمقامة واحد سالب واحد وثلاثة يبقى 2 على 8 موجة سالب 13 على 7 فكام فالسالب ست. تاني سالب ثمان وموجب ثلاثة على ثمانية المقامة واحد. كتبت جميعه جيبت نتج الباصل سالب واحد والثلاثة بالاثنين. هنا سالب تلات عشر وسابعة بالسالب ستة والاشرة بالنموجب. ابدأ اختصر. هنا على الاثنين فالواحد. هنا على الاثنين فالاربعة. يبقى يدي بايت كام واحد على اربعة. سالب ستة عايز اخلي مقامه اربعة. احط مكانها سالب اربعة وعشرين على اربعة. يبقى اثنين على ثمان اختصر. سالب ستة اشهلها وحط حاجة تكون مقام اربعة اللي هي سالب اربعة عشرين على الاربعة. هل جيد دلوقت شو يا شباب المقام متواحد. يبقى بتساوي اكتب المقام زي ما هو اربعة. اجيب ناتج بس الاول مع بس التاني. بس الاول كام واحد بس التاني كام سالب اربعة عشرين بسالب تلاتة وعشرين. كده عملتها صح شكرا. عايز تطلح سالب برا الكسر يبقى بتساوي سالب تلاتة وعشرين على اربعة. برضو شكرا. اظن كده تعلمنا ازاي استخدام يدويا. الاستخدام. بدون. الالة. الحزب. يعني ايه? يدويا. ياريت يا شباب تتعلمه يدويا. بعد كده تتعلم استخدام الايه الحزب علشان تتاكد انك عملت يدويا صح.